فرصة العمطار مستمرة حتى يوم السبت استقرار مؤقت على التقسي يوم الأحد ومنخفض جو يوم الاثنين التفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعين في الأردن اليوم سارت أجواء باردة بشكل عام وانتشرت كميات من ألوية منخفضة والمتوسطة الارتفاع وهطرت بعض زخات من الأمطار في الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة واجزاء محدودة من المنطقة الجنوبية هي ناتجة عن تدفق لتيارات غربية رطبة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط بتوقع أن تستمر فرصة طول زخات الأمطار حتى ظاهرة يوم السبت على أن يستقر الطقس مؤقتا اعتبارا من ساعة ما بعد ظاهرة يوم السبت وخلال يوم الأحد على أن تبدأ المملكة بإذن الله أن تتأثر بمنخفض جوي سيتم تصنيفه لاحقا مرفوق بكتلة هوائية شديدة البرودة وأيضا زخات من الأمطار الغزيرة تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض الجوي المتوقع خلال منتصف الأسبوع نستعرض بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء يوم الأحد أجواء مستقرة بشكل عام أجواء مسمسة بشكل عام كما ذكرنا لكن تبدأ واعتبارا من يوم الاثنين يقترب هذا المنخفض الجوي المترافق لهذه الكتلة هوائية الباردة والماطرة نحو شرق البحر المتوسط ثم لاحقا يسن نحو منطقة بلاد الشام هذا المنخفض الجوي سيكون هو الأول خلال هذا فصل الشتاء الحالي الذي سيتم تصنيفه مع بداية المربعانية ومع بداية فصل الشتاء فلكية هذا المنخفض الجوي كما ذكرنا سيكون مصحوب بكميات جيدة من الأمطار في عموم منطقة بلاد الشام وأيضا يمكن حتى أن يترافق مع بعض زخات من الثلوج فوق القمام الجبلية العالية والشاهقة ويترافق أيضا هذا المنخفض الجوي بهبوب الرياح شديدة وقوية في عموم المناطق تستمر تأثيرات هذا المنخفض الجوي خلال منتصف الأسبوع الحالي وتفاصيل أكثر سنستعرضها مع اقتراب الفترة الزمنية حول هذا المنخفض الجوي لكن سنستعرض الآن هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة خلال تأثير هذا المنخفض الجوي وأيضا الأنظمة الجوية المسببة لهذا المنخفض الجوي هذا المنخفض الجوي ناتج عن تدفق لكتلة هوائية شديدة البرودة من شرق البحر أو من شرق أوروبا جنوبا نحو تركيا ثم لاحقا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط عندما تصل هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو شرق البحر المتوسط سيتشكل منخفض جوي ويتحرك باتجاه منطقات بلاد الشام ويبدأ تأثيرات واعتبارا من يوم الاثنين كما ذكرنا هذا المنخفض الجوي سيكون مترافق لكتلة هوائية شديدة البرودة انخفض ملموس على درجات الحرارة فرصة لزخات جيدة من الأمطار وكمية جيدة من الأمطار في العديد من المناطق المملكة وأيضا ربما بعض زخات من أثلوج حواء القمم الجبالية الشاهقة من عموم منطقة بلاد الشام تفاصيل أكثر حول تصنيف كما ذكرنا سنستعرضه في النشرات اللاحقة نعود الآن للعاصمة عامة وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء بشكل عام رطبة مع فرصة للزخات من الأمطار 6 درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 4 درجات مئوية الرطوبة حوالي 100% والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة نبقى في العاصمة عامة وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة يوم السبت وإذن الله تبقى الفرصة واردة لهطول بعض زخات من الأمطار خاصة خلال ساعة ما قبل الظهيرة مع 10 درجات مئوية فقط أما الصغرى 6 درجات مئوية يوم الأحد يستقر الطقس لتسود أجواء مشمسة بشكل عام 11 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 6 درجات مئوية ويوم الأثنين تبدأ المملكة تتأثر بهذا المنخفض الجوي تصبح الرياح نشطة بشكل كابيرو تبدأ فرصة طول زخات الأمطار خلال ساعة النهار وتتعمق الكتلة الهوائية الباردة خلال ساعة الليل الأثنين على الثلاثاء مع احتمال لهطول بعض زخات ثلجية فوق القمام الجبلية العالية مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة 4 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا متوقعة الليل الأثنين نذهب الآن لاستعرار التفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية ليوم غد نبدأها من المنطقة الشمالية حيث تبقى الفرصة واردة لغطو زخات من الأمطار خاصة خلال ساعة ما قبل الظهيرة المفرق 13 إلى 6 إربة 12 إلى 8 جرش 12 إلى 7 وعجلون 10 إلى 7 درجات مئوية مع جوال ضبابية المنطقة الوسطى الزرقاء تفرق لبعض الويوم البلقاء فرصة زخات من الأمطار 10 إلى 8 درجات مئوية عمان زخات من الأمطار مع أجواء طبابية 10 إلى 6 درجات مئوية مأدبة 12 إلى 6 والبحر الميت 21 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك أجواء مشمسة بشكل عام تفرق لبعض الويوم 11 إلى 5 درجات مئوية نفس الأجواء والحرارة المتوقعة في الطفيلة الشبك 8 إلى درجتين مئوية فقط معان 12 إلى 4 والعقبة 19 إلى 12 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 15 إلى 5 الصفاوي 14 إلى 7 ورويشة 15 إلى 5 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت اشتراك شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة